الله تبارك وتعالى صفاته وأسماؤه الحسنى لا بد أن نستثمرها لا بد أن عندما نقترب من الله تعالى في هذا الشهر الشريف نستفيد من البركات التي هيأها الله تعالى الله يطلب منا المسارعة إذا تباطئنا وتكاسنا ستفوتنا تلك المغفرة الله تعالى كما يتقرب إلينا وسيأتي بعيد ذلك شيء عن ذلك يريدنا أن نتقرب إليه الله تعالى أرادنا أن نكون من عباده الصالحين ولعل أشرف كلمة أفضل كلمة هي كلمة العبد عندما يكون هذا العبد قريب من الله ويعمل ما أراده الله تبارك وتعالى هذا شهر فضيل وشهر كريم الله تبارك وتعالى أغلق أبواب النيران الله تعالى فتح أبواب الجنان نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفتح لنا أبواب النيران وأن لا يغلق بوجوهنا أبواب الجنان لكن علينا أن نتهيئ كل هذه المغفرة والمسارعة في هذا الشهر الشريف تحتم علينا أن نبذي القصارى الجهد فيما نحن نقبل عليه إن شاء الله تعالى من هذا أو في هذا الشهر المبارك اشتركوا في القناة